شايفة الحزن اللي عندك ده في الفترة دي شايفة بيخرج في صورة عصبية شوف برج الميزان انا هقولك على حاجة انت انا شايفات مجروح من الشخص ده كتير جدا هو في حاجة حتى الشخص التاني انا شايفة احساسه بالزعل اقوى منك لان هو عنده مع الزعل ده انا شايفة في عنده ندم انا شايفة ندمان جدا فشايفة ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك وشايفة في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير شايفة عند بعضكو يا برج الميزان في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده فيه اشخاص مشتركة يعني ممكن يكون عند البعض منكو انتو جرين او او فيه تعارف ممكن نقول عليه عائلي يعني ممكن عائلتك وعائلة الطرف ده بيعرفوا بعض لاني شايفة بتشوفه احيانا بس مش بتتكلمه فيه مراقبة من الطرفين ايوا فيه مراقبة من الطرفين شايفة برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات بس شايفة برضو متدايق يعني انا شايفة يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيله اكتر او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها اا شايفة كمان غيرة غيرة من ناحيتك على الشخص ده اا يعني شايفة انك حاسس ان الشخص ده من حقك من حقك ان انت تعرف عنه كل حاجة شايفة عند البعض كمان الطرف التاني بيكتم مشاعره اللي هي برضو قوية يعني انا شايفة حبه قوي جدا جدا للطرفين بس مش بيفكر كتير في شكل العلاقة شايفة بيحلم يكون معيك شايفة الطرف التاني بيدعي ربنا بعضوك يا برج الميزان شايفة مل من الانتظار يعني في البعض منكو قرر يبعد او يختفي تماما من قدام الشخص ده لان شايفة البعض ممكن يكون بيسافر ويرجع شايفة مش واصق في مشاعر الطرف التاني اصلا يعني انت زي ما قلت هي العلاقة آآ عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم تولي اتنين يعني هو اللي بينكم آآ احاسيس آآ ممكن تكون حاسس من ناحيته ان هو بيحبك بس انت مش متأكد آآ العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع ابراب نارية آآ شايفة بعدك يا برج الميزان ان كان عندك آآ ممكن البعض منكم يعني كان عنده تجربة آآ قبل كده او اتخدعت آآ آآ فيها انجرحت فيها ممكن يكون من الشخص ده نفسه في في السابق وممكن آآ يكون من حد تاني آآ شايفة ان انت خايف ان ده يتكرر في العلاقة دي او تكون خايف يتكرر لو انت صرحته آآ بس شايفة ان العلاقة دي هيكون فيها تواصل بس هياخد وقت هياخد وقت شوية بالذات لو فيه طرف تالت سواء عندك او عنده او انتو الاتنين آآ في الغالب العلاقات اللي فيها طرف تالت انت 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 عارف ده يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات او مش كل برج الميزان فيه طرف تالت لأ انا بتكلم هنا انا بتكلم عن علاقة آآ اصحابها هم عارفين ده عارفين ان فيه طرف تالت آآ آآ انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده آآ خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف تالت دي هي مش منطبقة على الكل آآ بعضكم انا شايفة ان الطرف التالت عنده هو الاهل آآ فيه تدخل آآ شفت شايفة من آآ ممكن تكون استيتي دي ممكن تكون الام آآ وممكن تكون من طرفك انت يا برج الميزان آآ او الطرف التاني برضو آآ يعني آآ شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما يعني رفضها خالص آآ او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في في هدم العلاقة دي آآ شايفة البعض من موليد برج الميزان آآ بعضكم اتعرض لخيانة ممكن تكون من ابراج هواية او مائية آآ وممكن يكون العكس برضو يعني انت اللي خنت الطرف التانية برج الميزان آآ اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف في حالته آآ العلاقة دي ممكن نقول ان الانفصال فيها حصل آآ شايفة حصل من من شهور يعني ما بين ستة لثمن شهور عند البعض شايفاها وصلت لمحكمة او انت اللي بتطلب او انت بتطلب العدالة في العلاقة دي آآ شايفة فيه طرف اتعرض لزلم كبير آآ لان شايفة مشاكل كتير جدا حصلت وفضلت تتصاعد وتكبر من من ولا حاجة يعني آآ مشاكل بدأت آآ تقريبا حصل تدخل ناس آآ شايفة المشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة او كانت حاجة بسيطة لكن آآ بس شايفة تتصاعد تتصاعد بشكل غريب يا برج الميزان بعضها كان آآ فيها شكوك فيها غيرة بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص آآ في البعض عندكم كان السبب مادي اللي في الحالة دي برج الميزان انت بتعيش حالة حزن شايفة بتعيش حالة حزن كبيرة جدا وشايفة منطوية على على نفسك وعلى الزكريات آآ بعضكم برج الميزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش ندم او لسه هيمر بحالة ندم آآ شايفة عند البعض خلاص انت اديت دهرك للعلاقة او الطرف التاني هو اللي اديت ده دهره للعلاقة آآ مش عايز مصالحة خالص آآ شايفك قفلت على قلبك بس انا شايفة فيه نسبة رجوع يعني برغم كده انا شايفة فيه نسبة رجوع كبيرة آآ بيعني برغم السيناريوهات يعني انا قلت القراءة اللي قدامي بكزا بكزا شكل عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله آآ ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين وده غير السيناريو اللي قلناه في آآ في الاول آآ عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول آآ شايفة فيه تواصل آآ في العلاقة دي يا جماعة هيكون عن طريق شخص مشترك بينكم انتو الاتنين فاهميني فاهمين انا بتكلم عن ايه العلاقة اللي فيها طرف تالت آآ اللي ما فيهاش اعتراف بحب بس انتو الاتنين بتحبوا بعض شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك آآ بينكم انتو الاتنين يعني يعني ايه شخص مشترك يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه آآ هو الطرف ده مش هيوصل كلام يعني مش هيوصل كلام منك ليه او منه ليك لأ بس هيكون سبب سبب بشكل او باخر يعني بس مش مش هتستخدموه الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكم هو الموضوع هيحصل ممكن بالصدفة آآ هيكون سبب انكم تتكلموا او على الاقل هي الطرف التاني برج الميزان هيبين حبه ليك آآ ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو آآ لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله آآ علاقة برج الميزان بالابراج الترابية آآ شايفة ان في علاقات كتير بالرغم انك قفلتها او هو وشايفة السبب عند بعضكم ان ما ان ما فيش جدية في العلاقة آآ شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج الميزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار يعني انت برج الميزان الكراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة متتعبان جدا آآ طاق طاق فضيت آآ في حاجات كتير انت مش قادر تميزها آآ في عندك افكار آآ متناقضة آآ بالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار آآ نفسي آآ حتى عند البعض آآ نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة يعني في ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها في علاقات انا شايفها مش مستقرة آآ رايحة جاية حتى مع المرتبطين يعني اللي في علاقة زواج شايفة العلاقة رايحة جاية ما فيهاش آآ ما فيهاش اي استقرار آآ مش مع المنفصلين بس آآ شايفة برج الميزان مسيطرة عليه عليه في الفترة دي تقتل هوائية قوي يعني انت سعيد برج الميزان بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو الميزان بتبقى بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل آآ ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت انت بتتحمل حاجات كتير بتعاني كتير بتيجي على نفسك في حاجات كتير بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير او تتحمل ردود افعالهم وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعا كل مش عليك انت لوحدك عليك وعلى كل اللي حواليك آآ لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغطات اللي انت تعرضت لها آآ بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور آآ بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي والحاجة دي هتا هتوضح او هتكون اجابة على اسئلة كتير بتدور في دماغك يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة آآ في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي آآ شايفة فيه رجوع وارتباط مع ابراج آآ نارية وبقوة لاني شايفة علاقة حب قوية غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة يعني ايه يعني علاقة كده فيها آآ حب حب الشخص لنفسه يعني شايفها منزهة من اي شهوات بمعنى اصح لو قدرت اوصل ولو فاهمين انا اقصد ايه انتو اللي اتنين بتحبوا بعد حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي آآ لكن العلاقات السلسية اللي فيها طرف آآ اللي فيها طرف برج وناري انا شايفة آآ يا برج الميزان آآ ان القدر او ربنا هو بس اللي يقدر يجمع بينكم لان لو حصل تدخل منكم آآ وده ممكن يكون اجابة على على التردد آآ لان انا شايفاك يا برج الميزان متردد كتير او الطرف التاني هو اللي متردد كتير في حاجة بتاعكم في حاجة انتو خايفين منها في حاجة ما ينفعش تقدموا عليها وده فعلا هنا هو الظاهر عندي آآ لو حصل اي حاجة منكم انتو غير غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية بس مش لازم ان هي تقرب جدا او مش لازم ان انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده لان انا شايفة هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تانية اسفة ان انا اقول كده بس هي دي القراءة اللي قدامي لو انتو اتصرفتوا من نفسكم فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تانية انا هنا بتكلم عن سيناريو معين عن علاقة معينة ما بتكلمش البرج النزان كله آآ زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل يعني ولو بتنميح لان انا شايفة ان برج النزام محتاج جدا انه يتأكد رغم ان هو بيحس بدا بس محتاج جدا انه يتأكد ان الطرف التاني آآ هو كمان بيبادله نفس الاحتساس رغم ان هو حاسس آآ شايفة ان ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص تالت مشترك بينكم آآ شايفة انكم بتحسوا ببعض احساس قوي جدا آآ برغم ان ما فيش مصارحة فعلية آآ وزي ما قلت ان المانع اقوى منكم انتو الاثنين آآ العلاقة دي محتاجة صبر آآ شايفة هتتحل الوحدة يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل بس من عند ربنا مش انتو اللي مش انتو لو انتو اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات آآ لحاجات تانية كتير وادام خسارة يبقى حاجاتها توجعكم يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى فيها يبقى هي حاجاتها توجعكم فبالتالي العلاقة اللي انتو هتشوها بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل ارتباط آآ ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون آآ مش هيكون فيها راحة يعني مش هتكونوا آآ مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها فاكيد دا اللي مش آآ دا اللي مش عايزينوا ليها يعني آآ بعضكم بقى يا برج الميزان اللي بيتعامل في الحب بدماغه شايفة في بعضكم بيتعامل بدماغه زيادة عن اللزوم آآ انت في حاجات كتير شايفك فاهمها غلط آآ وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط يعني في حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي يعني كتير لاغي قلبك كده وتتعامل بالزكاء يعني آآ لا انا مش هرجع عشان آآ اللي حسن يكون هو بيفكر في كزا فانا هعمل كزا لأ في حاجات كتير عندك آآ غلط مش آآ مستح انك تتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية آآ آآ عندك شكوب كتير آآ 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 عايز اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية مش قلبنا بس ولا عقلنا بس آآ ده بالنسبة لللي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية آآ المنفصلين مع ابراج هواقية آآ شايفة فيه هيكون رجوع ان شاء الله بس فيه رجوع بشروط آآ وفي الغالب الشروط ديت هتكون من ناحيتك انت يا برج هتكون من ناحيتك انت يا برج الميزان انت فيه حاجات شفتها في العلاقة دي يعني انا شايفك آآ اتعرضت لخزلان آآ لانت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي اتقابل آآ آآ اتقابل يعني شايفة اتقابل بآ ممكن نقول آآ آآ مش غدر آآ بس آآ قل التقدير آآ فانتا آآ موفقة يا برج الميزان آآ ما تنسوش السابسكرايب واللايك والشير لو عجبكو الفيديو وما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد ومستمت على اشترك